قللي دياحهم المالك حلو عجبتني ما دياحهم المالك увاش قال اش مات فيكم اولم خالد السراية صار لك uش قد صار لك اثناز سنة طبل للمالك ذالي دياحك على مود منصب مطاك حجيت على العالم فشرت على العالم اللي يجيب طاري أي واحد دولة القانون أنت تتصدى له وبالأخير ديحوك منطوك منصب فسويت اي 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 وقف 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 هذا هذا مزور تزور شهادة ابنه بزمن ذياب العجيلي هذا مانع وهذا كلكم تعرفوه ابو لغد الكندي تمام وهذا أيضا المهم هاي الشلة كلها بإشراف خالد السراي هذولة الدنبوكشية كانوا مات دولة القانون هسه دولة القانون انطت منصب الحيدر نرقيلة حيدر البرازنشي انطتها منصب وبوزارة التعليم العالو ديحوهم فضاجوا قالوا لهم عيني احنا آسفين صارنا 12 سنة نطبل لكم ومطيتونا كل شي فآسفين احنا رح نطلع ونشوف لنا ناس غيركم نطبل لهم طوني الفيديو نعلن نحن أعضاء المرصد الوطني الإعلام المتمثل به دكتور خالد السراي الأستاذ عاد المانع الأستاذ والي الركابي عن استقلاليتنا التامة وعدم تمثيلنا لعضوية دولة القانون التي مثلناها في وقت سابق ولا يسعنا إلا أن نعرب عن كامل تقديرنا واحترامنا للسيد المالكي ومن الجدير بالذكر أن الأخوين العزيزين الدكتور هاشم الكندي والأستاذ كاظم الحاج انضم إلينا بعدم التمثيل لأي جهة سياسية أخرى وإن مواقفنا في المتابعة والتقييم والتقويم كانت وستبقى لخدمة الإراد عوف التقويم عوف التقويم لأنه أنتو كلكم ممقومين وهي ما بي أي حاء أنتو كلكم بعد ما تقومون لأنه أنتم أصلاً مهكم ما بي تقويم أنتم ناس دنبكتية لا والله الدنبكتية أحسن عالقليل عنده فن عنده رسالة الدنبكتية والله عيب أصلاً أنا أقول هاي الحشرة أنا أعتذر من كول الدنبكتية بالعراق وبكل العالم بس ما أعتذر من ذول لأن الدنبكتية يشتغلوا بتعبة بس أنتم تشتغلون للي يدفع هي هاي فضحتوا نفسكم قدام العالم والله لو ساكتين أحسن للكم أصخام اللي صخمكم والله أصخام اللي صخمكم هالسلال مالكي بعد يشتريكم بزبانة ولا أحد رح يشتريكم بزبانة من ورا هذا الطلعة اللي طلعتوها أنتو هذا الخائب كونسة هو الضحفين